في الواقع المدة المتبقية إمام إدارة جو بايدن لا أعتقد أنها ستكون كافية يعني كان لديه أربع سنوات هو وإدارته للتعرف على ما يدور في سوريا وعلى أقل تقدير أن تكون هناك تحركات جدية وحققية وأنا أقول جو بايدن ولا أقول دونالد ترامب أنا حقيقية لخبط أنا قلت جو بايدن لا أنا أقصد رئيس دونالد ترامب طيب تمام لا فيما يتعلق بدونالد ترامب طبعا هو دونالد ترامب حتى اللحظة وحتى 20 يناير سيظل مشاهدا لما يجري وسيكون قناعته ويضيفها إلى ما كان قد رسخ لديه قبل ذلك ربما بمعنى أنه ربما هذه القناعة تقوده للاشتباك سياسيا بداية مع تركيا لأنه لديه قناعات قبل ذلك بأن تركيا لديها مصالح في الشمال السوري وتريد أن تخلق منطقة عازلة مع سوريا وذلك حدث إبانا ما كان هو في الحكم آنذاك ونتذكر المناوشات السياسية التي دارت بينه وبين أردوان في ذلك التوقيت ودعم طبعا دارت دونالد ترامب لقوات حماية الشعب الكردية في الشمال شرق سوريا التي كانت تحارب تنظيم داعش آنذاك لكن في نفس التوقيت نذكر بأن دونالد ترامب كان قد انسحب من سوريا وترك قوات أمريكية قليلة جدا لحماية أبار النفط هناك ولتقديم بعض الدعم اللوجيستي لقوات حماية الشعب الكردية وقوات قصد هل سيستمر الموقف على ما هو عليه؟ أم أنه سيقود من جديد تحالفا لمكافحة الإرهاب ومكافحة داعش كما قاده قبل ذلك وأدى في نهاية الأمر إلى القضاء على داعش بشكل كبير وأيضا قتل زعيمه آنذاك أبو بكر البغداري هذا ما سنعرفه خلال تسلمه للبكتب البيضاني نعم طيب بالنسبة للتقارير التي تتحدث بأن تركيا زجت أو دعمت هذه الفصائل بالتحرك في سوريا بناء على رغبة أمريكية غير معلنة للاستفادة الإسرائيلية إلى أي مدى قد يكون هذا الكلام صحيح والأمر الآخر من أساسا مستفيد بهذه الورقة التي تحركت الآن؟ من مستفيد؟ أنا أعتقد أن إسرائيل لن تستفيد من هذا التحرك في نهاية المطاف أي تحركات عسكرية بالقرب من إسرائيل لن تكون مفيدة للجانب الإسرائيل لأنه في نهاية المطاف من الممكن لهذه التحركات أن تضر بأمن ومصالح إسرائيل توقع شخصي في الواقع لكن تركيا لها مصلحة في شمال سوريا بكل تأكيد هي لا تريد وجود كردي ولا تريد أن يكون هناك احتمالية في يوم من الأيام أن يطالب الأكراد بجزء من تركيا أو أن ينضموا إلى دولة كردية الأكراد الموجودين في تركيا كبرى بجوار تركيا فهذا سيكون مشكلة أمنية عميقة لتركيا الوجود الأمريكي في سوريا هو محدود كما ذكرنا وهمه الأول والأخير أمران الأمر الأول هو عدم ظهور الإرهاب من جديد والأمر الثاني هو بعض أبار النفط صحيح أن تركيا تتخوف من القوات الكردية فبالتالي تستعين بجماعات إرهابية طبعا هذا الكلام وفق التقارير يعني مشكلة مننا إحنا طيب ما إرهاب ممكن يضرب تركيا مرة أخرى يعني هو ضربها سابقا شكرا